يشهد العراق أزمة في توفير الكهرباء تفاقمت مؤخرا دون إيجاد حلول حقيقية ما زاد الغضب والاستياء الشعبي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار إحدى مناطق العراق التي يعيش أهلها حالة من الظلام الدامس نتيجة لانقطاع شبه المستمر للتيار الكهربائي الكهرباء في أغلب أحياء المدينة تكاد تكون معدومة نهيك عن المعاناة بسبب المولدات والأسعار التي باتت تشكل عبءا يضاف إلى ما يكابده أهالي المدينة بالنسبة للكهرباء معدومة خلاص يعني تجينا خمس دقائق أو عشر دقائق وتنطفي ثلاث ساعات أربع ساعات اليوم النار كلتا ما جاءتنا يمكن منصبه لحد الآن ساعة واحدة جوز إلا دنج معها على خمس دقائق عشر دقائق ما بيها ساعة واحدة فهذه المعاناة احنا دنعان من عدها والأصحاب المولدات هم دي سعدون أسعار عالينا شوية وإحنا ناس تعبانين والله الكهرباء وين هي؟ تجينا ساعة وتنقطع أربع ساعات ماكهرباء يعني نحن هسا مولدات والمولدات هم غالية هسا هم هذا الشهر ذاك الشهر والله 12 الفردون الأمبير يعني وهسا هاي احنا حاليا واني يجوني كل ما هدي يجوني للوصل ينطوني والله ما أقدر أدفعه وفقم معاناة أهالي المدينة التقصير الحكومي والوعود الانتخابية التي أطلقها المسؤولون في محافظة الأنبار أثناء الموسم الانتخابي دون أن يتحقق منها شيء وعادونا ينفذونا كهرباء ينصبونا محاولات شركات إجت خلال الفترة كل من الشيء اللي محاولة وصورني وأنا أدري هاي المحاولة اللي فلان ممثل هاي المحاولة اللي فلان ناخب هاي الأسلاك اللي فلان حزب ويستغرب الأهالي من عدم تفعيل محطة الرماد الحرارية التي يمكنها تغذية أغلب المحافظات ويتخوفون من استمرار معاناتهم في الشتاء ببرده القارس وامتدادها للهيب الصيف القادم